ارتفعت أسعار المواد في الأسواق لكن السلة الغذائية وما تحتويه من مفردات متعددة وجيدة ساعدت بانخفاضها بشكل ملحوظ هذا ما خلق انطباعا جيدا لدى المواطن مطالبا بضرورة ضمان توزيعها باستمرار بالنسبة للسلة الغذائية المواطن مرتاح من عدها جدا لأنها تمشي بالسيابية عالية أو سلاسة ومتوفرة بالمخازن والمواطن مرتاح من عدها وخاصة نضافة لها الرعاية الاجتماعية اللي هي 12 شهر اضافة كل المواد من مناشئ عالمية ورصينة ونشكر السيد الوزير والسيد الرئيس الوزراء على جهودهم المبذولة على توفير هذه المواد قوة المواطن الفقير المواطن ارتاح وشاف فرق بالسوق بالأسواق التجارية بره بالمحلات شاف فرق بالأسعار بطن الزيت الآن بالتجاري الأرقى نوعية 1750 تجارب 4000-5000 دينار فرقه هواية بالسوق مع جوان بالسوق يختلفوا هواية أسعارها يعني نزلت بسبب السلة بسبب تواجدة يعني ضمن السلة الغذائية يعني هواية نزلت أسعارها بالسوق التجارية مخزون استراتيجي جيد من المواد ومؤمل للأشهر المقبلة والتجارة تؤكد إنها على استعداد لإطلاق أول سلة لهذا العام وبذات المواد التي تورد من مناشى عالمية فهي تخضع لمراحل متعددة من الفحص من قبل السيطرة النوعية تم الانتهاء من تجهيز جميع مواد السلة الغذائية لعام 2023 وحاليا تم قطع الوجبة الأولى الرعاية الاجتماعية لسنة 2024 وخلال اليومين القادمين إن شاء الله ستقطع السلة الأولى لعام 2024 وكما لاحظتوا بداخل المخازن والمخازن الممتلئة بمواد السلة الغذائية ويوجد لدينا خزين استراتيجي لمدة ثلاث سلات قادمة إن شاء الله طلعت أوكي المادة وما بهاي مشكلة تنفض وفق شروط مثل ما دشوف هسا أنت حضرتك لازم الكدس بارتفاع معين ولازم تهوية بالمخازن ولازم أكو مسافة معينة مشروط يعني على أمين المغزن وعلى العامل وعلى المتعهد إنه ما ينفض إلا بهالي المسافات اللي بين رمبة ورمبة وبين الحائط والرمبة وبين الباب والرمبة تمام؟ خلص انتهى الموضوع أهزا إحنا بالنسبة إنه صارت المادة موجودة عندي عملية التجهيز تصيرها بإشراف السيطرة النوعية الأقدم أولا وهنا طبعا إحنا بشكل دوري عمليات الفحص يوميا نطلع إذا مثلت أربع مرات السلة الغذائية الخاصة بالرعاية الاجتماعية جهزت وسلمت للوكلاء بنفس مفرداتها وهناك قرار من الوزارة بإضافة مواد جديدة إلى سلة شهر رمضان وتوزع على وجبتين حمد منصور قناة الرشيد